بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة العالمين سنة مهجورة و عادة مكروهة يفعلها كثير من الناس سنة مهجورة غافل عنها كثير من الناس وعادات مكروهة يفعلها كثير من الناس سأقول لحضرتكم ما جاء عن أهل أئمة السلف وأهل العلم في الوقت أوقات النوم وسنة أوقات النوم المعلمات دي همة جدا خلي باركم قال علماء السلف وعلى رأسهم سيدنا عبدالله بن عباس النوم سلاسة هذا القول ما روي عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر بن العاص نومة خرق ونومة خلق ونومة حمق فنومة الخرق أو تقدر تقول الخرق اللي هي فيها خرق للسنة وكرها السلف أو كرها هالسلف النوم بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس دي اسمها نومة خرق وكان بكرها السلف الصالح أقول لكم الأدلة من الصوم في واحد راح لسيدنا عبدالله بن مسعود بعد صلاة الصبح ومرة دي كان محتاج منه حاجة فوقف على بابه حتى أشقت الشمس فبعد كده دخله وقال له يا أبا عبدالله يعني جئتك بعد صارة الفجر لكن كرهته أن أوقذك أو أن أقلقك يعني فقال له أتظن بقال بقال عبدالله الشر كيف أنام بعد صارة الصبح شو قال له إيه عبدالله بن مسعود خلي بالكم هل أنام في الأوقات التي تقصفهم فيها الأرغزاق هتظن بالشر قال له كده عبدالله بن مسعود دليل تاني عبدالله بن عباس مر على ابنه وهو نائم فراكه له ركلة شديدة بقدمه وقال له أتنام في الأوقات التي تقصفهم فيها الأرزاق قم فقال له يا أبي يا أبتي وكيف يقصفهم فيها الأرزاق فقال له يا بني خلي بالكم النوم سلاسة نومة خرق من بعد الصبح حتى تشوق الشمس أو وقت الضحى ونومة خلق سنة ودي اللي عايزين نتكلم عليها دلوقتي الكتير من الناس ما بيعملهاش أو ما يعرفش قيمتها نوم القيلولة نوم القيلولة اللي هي بين بعد صلاة الظهر من غاية العصر أو أحسن وقت له من بعد سنة اثنين الظهر من غاية تلاتة الظهر ليه؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل يبقى إذن دي سنة قيلوا يعني أيلوا يعني وقت القيلولة ده وقت راحة فإن الشياطين لا تقيل يبقى إذن مخالفة ومعروف إن مخالفة أهل البدع مخالفة الكفار وأهل الكتاب وأهل الفسق وأهل البدع والشياطين دي من أهم السنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يشوف الناس دي بتعمل إيه ويخلفهم ومخالفتهم سنة مخالفة أهل البدع الناس سنة فالشياطين ما بتنامش بين ظهر العصر يبقى إذن الشياطين لها وقت بيتنام فيه وبترتاح فيه لكن عمرها بتنام وقت الظهر العصر يشتغلوا في الوسوسة وإفساد إفساد ذات البين والوسوس فالشياطين ما بتنامش فإحنا مطلوب إننا نخالف سنة الشياطين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث لا تأكلوا بيساريكم فإن الشياطان يأكل بيساره يقع تأكل بيدك الوسرة لأن الشيطان بيأكل بيده الوسرة قال عائل صلى الله عليه وسلم من أكل بيده الوسرة أكل الشيطان معه حتى لو قلبس من الله مرحيم أنت بتقلد الشيطان بعدما أنت بتقلد الشيطان يبقى أنت بتدل سريع دريعة أنه يتسلط عليك فكذلك طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينام وقت الدهر كان بينام وقت الدهر قالوك أكثر من دليل دليل من السنة ودليل من القرآن أولا دليل من القرآن في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة نصفه أو انقص منه قليلة أو زد عليه وراطه لقرآن ترتيلة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليلة أشد وطأا وأقوى مقيلة وإن لك في النهار لسبحا طويلة أولماء قالوا إيه بأنك في النهار سبحا طويلة قالوا ريح يا محمد راحة طويلة بلد دهر والعصر طب ليه ربنا ترون الإعجاز القرآنية طب ليه ربنا بيقول سبحا متكلمة سبحا دي معنا تسبيح لأن نفسه السلام كانت تنام عينه لكن لا ينام قلبه يعني حتى هو نايم نوم عبادة قلبه بيسبح قلبه شغال في الزكر ده الإمام الشافع كان بيقال أنه بيقرأ ثلاث أجزاء من قرآن هو نايم يبقى لكم باب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كانوا بيقولوا نام بين الظهر والعصر هتا تعطيك هذه النومة قوة على قيام الليل والتهجد خصوصا في صدر الإسلام هو أصحابك كانوا بيقيم الليل كله أو معظمه لغاية ما نصخ هذا وأصبحت سنة مؤكدة فكان نوم القيلونة قيلونة راحة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبقى إذا إنك في النهار صبحا طويلة قالوا تسبيح أو معناها راحة ربنا قال صبحا ليه؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم حينام وقلبه بيسبح فالعماء قالوا إيه؟ قالوا نوم القيلونة يدي قوة على قيام الليل والتهجد وفي صنة تصاب عليها ومفيد جدا لجسم خاصة في وقت الصيف ووقت الهاجرة من الظهر والعصر في وقت الحر يبقى هو ده نوم نوم الخلق أو نوم اللي هو بيهوازي أو فيه محكاة لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يبقى نوم الخلق اللي هو بعد السيد عبدالله بن عباس عبدالله بن مسعود زمه عبدالله بن عباس زمه اللي هو بعد صلاة الصبح ما تنامش إلا الضرورة لأنه ده فترة يقصها في الأرزاق لذلك يسنر الراجل بعد ما يصلي الصبح جماعة في المسجد أنه يقعد لغاية ما تطلع الشمس لأن الوقت دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح جعلت بركة أمتي في بكورها جعلت بركة أمتي في بكورها بركة في التبكير فإنسان إذا صلى الصبح في جماعة بقى في زمه الله الجماعة اللي يزم في جماعة تبقى في زمه الله ما صلتش في جماعة انت بش في زمه الله خالص غير كده يبرك لك في رزقك ويبرك لك في يومك طوالي اليوم لو أنت صلت الصبح في جماعة وقعدت لغاية ما تطلع الشمس المتكتب لك حجة وعمرة بفترة اللي هرôn лон بعد ما تطلع الشمس من بعد صلت الصور لغاية تطلع على الشمس بتسوي عمرة. سواء للرجل او المرأة. المرأة لو صالة سجر حاضر في بيتها وعادت على السجادة تسبح ربنا وتسكن ربنا لغاية تطلع على الشمس بيتكتب لها عمرة برضو. ويبرك لها في رزقها في هذا اليوم ويبرك لها في يومها. يبقى هو ده نوم يبقى لكن لو انسان نام بدون ضرورة ونام وغاية ما طلعت الشمس وريح له شوية ده اسمها نومة الخرق وتقدر تقول الخرق بتخرجوا السنة. ليس من السنة ابدا. عبدالربنا صوت غضب. عبدالربنا صوت غضب غضبا شديدا عندما قيل له انت كنت فاكرك نايم فما ديتش ازعيجك. قال له تظن به الشر. او تظن به السوق. انه ازاي انا نام في وقت ده. وعبدالربنا عبدالربنا صوت غضبه برجله. قال له قوم. انت ازاي نايم في الوقت ده. دليل تاني من القرآن. فالفصورة الفرقان. اصحاب الجنة يومئذن خير مستقرن واحسن ومقيلة. قالوا ما قالوا ايه في تفسير الايه دي? قالوا الحساب حيبدأ بعد ما الناس اطلع من القبور. وقت بادي السدين يا ظلم وقتبتلي الشمس تطلع واحدة واحدة. لغاية ما تقترب من رؤوس العباد وتشق وتبقى على بعض ميل والناس تنصهر وتغرق في عرقها. لغاية وقت الظهر. الا بقى الربانس محطر هيزلهم بيزلوا تحت العش. قبل سلاة الظهر. هكون الناس كلها اهل الجنة في الجنة اهل النار في النار. لذلك ربنا بيقول في صورة الفرقان. اصحاب الجنة يومئذن خير مستقرن واحسن ومقيلة. هخشوا عشان يرتاحوا من عناء يوم الحشر في الجنة عشان يأيلوا في الجنة. بس القيلولة في الجنة باش هتبقى بنوم. لان في الجنة مفاش نوم. لكن يعيه يريح الاريكة يرتاح ويسترخي لكن بدون نوم. حتى بعض روما يعني كما ذكرتهم كثيرا قال لك الرجل يريح في الجنة ما يسوي سبعين سنة يرتخي. لغاية ما تجيله الحر العين وابتدي بقى يتمتع. الله اعلم يعني. فهو ده دي قيلولة اهل الجنة. طب فيه دليل تاني من السنة فيه دليل تاني من السنة. عن انس عن عنس. عن انس. عن انس له عند ام سليم. خلي يب rooting عند ام سليم. وكان كثير العرق. كان الله فوضعت له نطعن تحته حاجة تشرب العرق كان الرسول عليه السلام نايم على حصيرة عند أم سليم فحطت تحت منه حاجة تشرب العرق فتجعله في شيء فستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا أم سليم تعملي إيه؟ قالت له رسول الله عرقك أجعله في طيبي حد أزداد طيباً يعني كان يأخذ عرق الرسول عليه السلام بيعرق داركة أن العرقه يسير على الحصير وينزل على الأرض فتجمع العرقه وتخلطه في المسك عشان يبقى أحلى فإيباس أن الرسول عليه السلام كان يقيل فهي دليلت من السنة؟ فهي دليلت تاني من السنة سيدنا عمر الخطاب كان يقيل أيضاً كان الليل بتاعه يقسم قسمين قسم للرعية وقسم لله النص الأولاني من الليل كان يطوف على الرعية وهو متلسم عشان يتفقد أحوال الرعية من غير محد يشوفه ويحس به وهتسمع ويشوف مشاكل الناس النص الثاني من الليل كان يقيمه ما ينامش خالص بالليل ويريح في حترة القيلولة بين الظهر والعصر ينام ساعتين بس كان ينام على حجر جنب البيت بتاعه بالهدمة بتاعته اللي مليانة اللي فيها ممكن بتاع 18 رؤعة يفضل نائم ويقول الليل صاحب شو هادي صحابة يبقى طيب ده بقى نوم القيلولة في نوم تاني اللي هو نومة الحمق اللي احنا بلو عليها اللي هي نوم بعض العصر طيب اختلف العلماء في هذه النومة لكن الراجح اللي هو هقوله لكو في رأيه بالأدلة بالأدلة في حديث عن رسول الله عليه وسلم رواها ابن اللهيعة ضعفوا العلماء بعض العلماء لكن اخذ به بعض اوروبا من كثير من العلماء في كتب الفقه من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه من نام بعد العصر اللي احنا بلنا عليها نومة الحمق اللي عبدالله ابن عباس قال عليها فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه هذا الحديث ضعيف لكن ايه الشهادة اللي بتقوية اولا اقوال ائمة السلف بداية من عبدالله ابن عباس نحن نسا عايليين دلوقتي عبدالله ابن عباس قال النوم سلاسه نوم خلق ونوم خلق الى نوم القيلولة خلق الرسوس العصام الصحابة ونوم حمق وقال عبد الله بن عباس لا ينام بعد العصر إلا سكران أو مجنون ده أول حاجة طيب يبقى كان الحديث ضعيف صحيح طيب الحين عندنا أقوان من السلف أقوان من الصحابة بتقوي الحديث يبقى نودي فين إزاي بقى ده الدليل أولا ده دليل الثاني آآ عن خوات ابن جبير من أصحاب الرسول على صالح قال نومة العصر نومة حمق ده واحد من الصحابة اسمه خوات ابن جبير مكحون الثابعين مكحون ده من كبار مفسير للتابعين من كبار مفسير القرآن من التابعين قال إنه يكره النوم بعد العصر ويخاف على صاحبه من الوسواس رواه ابن شيبة رحمه الله في المصنف آآ الإمام محمد بن حمل قال يرى للرجل أن ينام بعد العصر يخاف على عقله خلي بالكم يخاف على عقله تكلام الإمام محمد بن حمل ابن القائم بيقول نوم النهار رضيء نوم النهار رضيء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل ويفسد اللون يعني إنسان بدأ ما يبقى وشه في نظارة وشه يصفر ويبقى وشه بان عن المرض ويورث الطحال ويرخ العصب ويكسل ويضاعف الشهوة إلا في وقت الصيف في وقت الهاجرة اللي هو نوم القيلولة وقت الهاجرة اللي الناس بتهجر فيها شيء طريق لأن رسول الله سمعه في الحديث أبريدوا لصلاة الظهر في الحر فإن الحر من قحي جهنم يعني كم يؤمن الناس ما تطلعش في عز الحر ويؤمن المؤزنين نومي ويؤخروا الإقامة الثاني شمس تنزل شوية في عدة شدة الصيف بعد إنسان ما يصالي الصيف بعد إنسان ما يصالي ظهر ينام وقت القيلولة ما قلتلكم ما نشوف أبن القيم يقول ليه وأرضأه نوم أول النهار وأرضأه نوم أول النهار والأرضأ منه النوم آخره بعد العصر فكلاب أبن القيم بعدين قال بعض الصلف ما نام بعد العصر فاخترس عقله فلا لو مننا إلى النفس هل تتكلموا غلط؟ فطبعا بعض العلماء قال لا والكلام ده مش صحيح والحديث ضعيف وبعض العلماء قال لا أنكر الحديث قال الحديث ده موضوع لكن أقوال السلف الصالح لا يستهانوا بها مش ممكن العلماء دول كلهم من بداية من عبد الله بن عباس سيناء رضي الله عنه واخوات ابن جبير لغاية بيتكلموا من فراغ بإذاً كلام ده له أصل بل الحديث له أصل وبعيزا ما تنامشي بعد العصر إذا كنت مضطر إذا كان كابس عليك النوم وليع تجربتي الشخصية مع نوم العصر يوافق هذا الكلام كتير جدا لما كنت أبنام بعد العصر أصحى أصحى بتخديل أصحى بصدع وما أقدرشي أن أنا أصحر وبعايز أنام وده قاله بعض الناس الأطباء والطب أيت هذا الكلام الناس اللي عنكروا الحديث قالوا ده الطب اللي بيقول كده لكن دي ما قالش كده لأن الحديث ضعيف إذا كان الطب بيوافق الحديث ضعيف بيجداد يقول الحديث سبحان الله يعني أنتم شاكبكم أكفان كل آيام ما دي إذا كان الطب اكتشفوا أن فيه علاقة فعلا أن الطنوب بعد العصر بيعمل صداعة وبيعمل وعرة قالوا أن الجن ينتشر في هذا الوقت يبقى إذا مسألة لا يستهانوا به يبقى إذا أنت بتنامش بعض العصر إذا كنت مضطر وتعبان وكبس عليك النوم مش قادر نام خلاص النوم طلب هنا لكن كثير من الناس عنده عادة أسف يخش يحاول ينام هو مش عايز ينام ويجبر نفسه أنه ينام فيصحى مصدع ويصحى تعبان هذه المشكلة فأنا سأكتب لكم الأدلة كلها فأنا عاول أن نحن وحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاول أن تتقوى العبادة طول الليل بالنوم بين الظهر والعصر إذا أمكنا كذلك وتتجنب النوم بعد صلاة الصبح بعد بيطل على الشمس وتتجنب النوم بعد العصر إلا لضرورة لأن الأصل في المسائل الإباحة فالرسول صلى الله عليه وسلم ما توعدش اللي حينام في الفترات ديت بعقاب أو قال لي يجوز فإذا الإنسان طلبت الصحة وتمكان تعبان وعايز ينام فعلا وكابس عنهم جدا يبقى ينام فعلا أنت عايز تنام نام لكن لكم هناك ضرورة يبقى ما تنامش النومة الأولين دي يسميها نومة خرق والنومة الأخيرة يسميها نومة حمق من قال عبدالله بن عباس وكما قال العرب قديما قبل الإسلام وكما روية عن كثير من السلف الصالح وذكر كثير من علماء في كتب الفقه فأنا سأكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو نسخون شون وسهل عمي في ثواب عظيم العلم علما في الله أجر مع عمى بيام القيامة ننقل ذلك ونقوم بشاهدتوا اشتفعي الجرس واشتراك في قناة رسال لكم كل جديد بساعدة وناشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر